اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تقدم وازدهار في المجالات كافة على أسس من الود والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وأكد جلالة الملك لدى استقباله في قصل صخير هذا اليوم وفد مؤسسة الأهرام المصرية برئاسة الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين المصريين والوفد الصحفي المرافق له تقديره الدور المحوري لمصر العروبة بقيادة فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعمها وحرصها على الأمن القومي العربي ورفضها لأي تدخلات خارجية في شؤون الأمة العربية وجهودها المشهودة في محاربة التطرف والإرهاب والتزامها الدائم بدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وثمن جلالة الملك الدور الريادي للصحافة المصرية عبر تاريخها العريق ومن بينها مؤسسة الأهرام في دعم حركة التنوير والإبداع الفكري والثقافي والتزامها بالحس القومي والإنساني في ترسيخ قيم المواطنة الصالحة والعروبة والتسامح والاعتدال ونبذ خطابات التحريض والكراهية والإرهاب وتمسكها عبر أخبارها وتقاريرها بالموضوعية وأبحاثها الرصينة وأكد جلالة الملك المفدى خلال حديثه مع الوهد الصحفي المصري على أهمية تعزيز وتكثيف الجهود في محاربة الإرهاب من خلال العمل المشترك بين الدول وقد دار الحديث خلال لقاع عن أزمة قطر فأشار جلالته حفظه الله إلى أننا نحترم سيادة الدول ونعمل بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومن خلال منظومة مجلس التعاون كنا دائما ندعو إلى العمل المشترك لصالح دولنا وشعوبنا وعملنا على هذا الأساس مع الأشقاء في الوقت الذي كانت قطر تعمل بسياسة لا تتفق وسياسة دول مجلس التعاون وأدت بالتدخلات في شؤون دولنا الداخلية وكنا على مدى السنوات الماضية نحث قطر على التوقف عن هذه الممارسات التي تضرب الأمن الوطني لدولنا وبقي الموقف القطري مستمرا بسبب تعنت القيادة القطرية وإصرارها على المضي مع الإرهاب في خلق جو مشحون بالتوتر بين الدوحة وكل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر ودول عربية أخرى في تصعيد يجعل من فرص الحل محدودة وضيقة بل وغير ممكنة ما بقي الموقف القطري مصرا على أنه لا تغير في سياسات الدوحة ولا تراجع عن مواقفها الداعمة للإرهاب أو استعداد لتنفيذ ما سبق وأن التزمت به بتوقيع أميرها تعهدا من أن قطر لن تسيئ في علاقاتها مع جيرانها وبدعمها للإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة كما دار الحديث في هذا السياق متسائلا جلالته أنه منذ بداية الأزمة لماذا أمير قطر لم يذهب إلى الرياض لشرح موقفه وهذا واجب من الأخ الأصغر للأخ الأكبر حسب عاداتنا وشيامنا ولماذا لم يطلب قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن وهذا من واجباتها الأساسية المتفق عليها في مجلس التعاون بدلا من دعوته لقوات من الخارج ولماذا لم تلتزم قطر بتعهداتها التي وقع عليها أمير قطر بنفسه في عام 2013 والاتفاق التكبيلي عام 2014 والتي من ضمنها عدم التعرض والإساءة لمصر نحن أعرف بشعب قطر هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني ولا نرضى أن يكون الشعب القطري في مثل هذا الوضع غير المناسب أما اتهامات قطر بأن الدول الأربع حاولت أن تقوم بانقلاب مضاد للانقلاب الأساسي فأن ذلك ليس له أساس حيث أنه حدث انقلاب وقبله حدثت عدة انقلابات سببها خلافات في داخل النظام وفي واقع الأمر نحن جميعا قليقون من تعدد الانقلابات واستمرارها داخل النظام في قطر وهذا يشكل عدم استقرار إننا نتمنى أن يكون في قطر نظام دستوري مستقر فاستقرار قطر مسألتهمنا جميعا والخلاص هنا إما أن تغير قطر سياستها الحالية المخالفة لسياسة أشقائها ولا سوف يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه ومن جانبه عبر السيد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام نقيب الصحفيين المصريين نيابة عن رؤساء تحرير الصحفي والمجلات المصرية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على اهتمام جلالته الدائم بتوثيق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين وتضامنه مع مصر في مسيرتها التنموية وحربها ضد الإرهاب ومبادراته الرائدة على صعيد نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات والتي توجد مؤخرا بتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اشتركوا في القناة